مشاهديننا مرة ثانية نرحب بالدكتور طارق سنان استشاري أشعة تداخلية وبروفيسور في قسم الأشعة كلية الطب جامعة الكويت صباحك الله بخير دكتور صباحك بالنور ومشكور على هذه الفرصة ودائما أنا سعيد أن أشوف أخوي باسمي مرة ثانية لأن الابتسامة ما تفارق ويهيك بزاك الله خير دكتور هذا من بعض ما عندكم بس دكتور الموضوع جدا مهم وشيق لأنه شي جديد وشي يعني يختصر الوقت والطرق يعني قبل أن نطلع الهوى حضرتك يعني ذكرت أشياء جدا مهمة وهي كيفية علاج الغدة الدرقية ولكن نتدخل في هذا الموضوع فيما بعد بس في الأول بدنا نتعرف على الأشعة التداخلية وأهميتها أول شي قلنا تعريف الأشعة التداخلية الأشعة التداخلية هي ليست مثل بعض أعتقد أن هي أشعة هي بالعكس هي أقرب للجراحة لكن الجراحة المصغرة أو التدخل البسيط أو استخدام أجهزة مصغرة جدا لعلاج عدة أمراض في الجسم ويستخدم جهاز الأشعة التداخلية أو جهاز السونار أو الجهاز المقطعية كدليل رباع الأبعاد هو اللي يوريك وين تروح الجراحة ما عنده الأشعة أو الجهزة هذه فيحتاج أنه يشق لغاية لما يوصل مثلا لورم في الكبد أنا ما أحتاج أن أشق أو أسوي عملية لا الأشعة هي توريني وين الورمة أقدر أوصل لها حتى بإبرة مثلا أو بقسطرة وأدي نفس النتيجة في العلاج مثل الجراح يعني هذا الفرق ما بينها وبين الأشعة العادية نعم الأشعة العادية هي تشخيصية نعم يعني تشخص لك تقول لك أنت عندك دسك تقول لك أنت عندك ورم وبعد الشرع المشاهدين تقول لك أنت عندك انسداد في المسارك البولية فهي تشخيصية لكن الأشعة التداخلية هي علاجية آه طيب أهم المجالات الطبية والتخصصات التي تتداخل مع أشعة التداخلية بالضبط شن هي طبعا الأشعة التداخلية تطورها يعتمد على تطور الأجهزة نعم نستخدم مثل الجهاز المقطعي المقطعي أو جهاز الأشعة التداخلية الحين أصبح ثنائي الأبعاد أوكي فهذا التطور هو مثل تطور الكمبيوتر تطور بسرعة فهذا المجال أصبح يتطور بسرعة جدا فأصبح يعالج لمواكبة العصر والثورة التكنولوجية أيوة بالضبط نعم التي أسرع من الثورة الطبية أو التطور الطبي عشان شديد تلقى الأشعة التداخلية تدخل في عدة مجالات وعدة تخصصات أو تتداخل مع عدة تخصصات يعني أشعة تداخلية هذه يعني تأخذك إلى المرض نفسه داخل في الجسد نعم في الجسد نعم كأنك تلمسه لمس بالضبط مثل ما اطرقت عليه في البداية أفضل من أنك تبتدي بالمشرة وتشق طريقك إلى أن تصل إلى الورم أو شيء ذلك نعم أنا رح أعدد لك أوكي على سريع عشان الوقت وين الأشعة الداخلية الأشعة الداخلية يمكن تعالج أي انسداد فيه شرايين الجسم بما فيها شريان السباتي اللي في الرقبة لمنع جلطات الرأس تعالجها نعم سألو تفتحها مثل القسطرة يعني قسطرة هي قسطرة هي قسطرة وتحطها وتحط دعامة أوكي عشان تمنع ممكن تعالج انسداد شريان الكلة شرايين الرجل المدخنين يسبب لهم مشاكل فهذا موضوع الأوعية الدموية نعم يمكن علاج جهاز الكبدي إذا كان هناك أورام كبدية يمكن كيهة عن طريق السنار من الخارج وكي بدون الحاجة للفتح للوصول إلى الورم ومن الداخل يمكن وضع قسطرة توصل بالقسطرة للشريان اللي يغذي الورم وكي وتقدر تحط مادة كيموية أو العلاج كيموي في الورم فقط ما يمند داعي انك انت تعطيه في الوريد في الجسم وكلنا نعرف ان الكيموي لا مضاعفات الجهاز البولي يمكن إذا كان فيه حصوة مسببة انسداد يمكن أن انت تحط قسطرة لسحب الماء وعلاج هذه المشكلة من الأشياء الجديدة التي تعتبر جديدة مثلا علاج الأورام اللي فيه في الرحم عندنا نحن سيدي مادة إذا نقدر نحطها بالقسطرة بالسابق كان لازم جراحة صح يعني الورم اللي فيه موجود في الرحم يؤدي إلى امراض عند الحريم كان يقول لازم جراحة الحين لا احنا نقدر بالقسطرة نوصل للورم اللي فيه ونحبن غيبات ونسده ونقتله في مكان جميل جدا يعني من خلال أجابتك أنا عندي سؤال حضرتك ذكرت بأن يعني الشعة هذه التداخلية هي ما هي إلا صورة ضوئية يعني أكثر وضوح من ما كان عليه في السابق يعني حضرتك قلت تعالج الخلل أو المرض وخصوصا الأوعية الدموية والشرائيين نفصل هذا الموضوع شوية بتفصيل أفضل لا شعة ما تعالج شيء ما تعالج ولكن تفتح لك الطريق تفتح لك الطريق تنير الطريق الطبيب هو اللي يعالج ومعداته البسيطة أو الصغيرة المعدات الصغيرة اللي هي مثل القسطرة يعني واحد اللي المدخنين وما أدراك ما المدخنين بعد 3 سنة 40 سنة تلقى أول ما يصير عنده أنه ما يقدر يمشي يمشي مثلا مسافة 10 متار بعدين ريقول له تعورة يحس شننا لاعب كما ساعتين ويفح هذا عادة يكون عنده سداد في الشرايين هذا مؤشر نعم سداد في شرايين من الحوض إلى الفخذ إلى تحت الركبة فإحنا شنسوي الصورة تبين لنا نقدر ندخل إبرة نحط قسطرة بلاستيكية صغيرة نحقن صبغة رح تصورها يبين لنا وين الانسداد ندخل الواير خلال الانسداد نحط بالون نوسع الانسداد ثم بعد ذلك نحط دعامة دعامة ظل موجودة بالجسم وظل فاتحة كل شيء وكل شيء يرجع إلى وضع الطبيعي الدعامة عفوا دكتور مصنوعة من؟ بلاتينيوم بلاتينيوم هذا يعني لا يصدق لا لا يصدق ويتماشى مع الجسم وعيش مع الجسم طول العمر ولا يسبب أي مواد سامة ولا شيء لا أبدا ويرجع شخص يعني شباب ما شاء الله بس هنا المشكلة والله اللي يسمعونك رحين طابور رح يصنع نعرف لا وين المشكلة المشكلة مهنية المشكلة إنه شل سبب المشكلة هذه في الأساس والتدخين فهو لازم يتوقف عن التدخين إذا ما توقف عن التدخين رح ترجع مرة ثانية الحين يقول لك خلاص العلاج عندك أنا لش أبط التدخين؟ بالضاب كثير ما اضطرقنا مثلا إن شعة داخلية تعالج ألام العمود الفقري مشاكل ألام العمود الفقري وهذا الكتاب سادة المشاهدين جدا مهم يعني أنا دخلت في هذا الكتاب وجدت شيء جدا لا وبالفعل يعطيك أشياء تفصيلية عن الأعراض وكيفية معالجتها وأيضا أين تذهب من خلال الكتاب هذا إلى أي طبعا يقول لي أنا لفة يمين هالصوب شديد بعد شوي زين شديد طبعا الكتاب هذا جدا مهم لأنه يعطيك الطريق أين تذهب العلاج والابتعاد عن كل شيء يسبب آلام الظهر صحيح هذا أول كتاب باللغة العربية يتكلم عن هذا الموضوع علاج آلام العمود الفقري بدون جراحة ما شاء الله هذا ألفت في 2009 بعد ذلك شفت شوي أنه كبير يعني على ساس الواحد يخلصه صغرته في 2013 كتيب صغير اللي هو موجوده هنا الوقاية والعلاج من آلام العمود الفقري حطت شديد هذا أي ومعظم الصور نعم يعني ساس المريض وهو قاعد ينتظر على ما يدش عندي العيادة يكون خلص تكون صورة وعنده معلومات كافية من الكتيب هذا اللي تغني عن كثير من الأسئلة لأ احنا رح نخصص حلقة جديدة ثانية لك ونتكلم عن آلام العمود الفقري بسنا بنرجع حق شي جديد جدا مهم وبدأتعرف يعني أحدى الطرق علاج الأشعة التداخلية نعم بالضبط احنا تكلمنا عن مثلا الأورام اللي فيه اللي في الرحم ويمكن علاجه عن طريق القسطرة وبدون جراحة اوكي والمريض يعني يقعد يوم واحد في المستشفى ثاني يوم بتطلع يطلع يطلع ثاني يوم وقبل تشان شكثر يقعد؟ قبل لا جراحة واشهر لا مو الشهر يعني أسبوع على ما يطيب الجرح نعم وبعدين معظم الجراحات إذا كانت الأورام اللي فيها كبيرة تؤدي إلى أنها لازم استقصال الرحم احنا لا حتى لو الحجب من كبير نقدر عن طريق القسطرة نسك الشرايين اللي توصل الأورام وتؤدي إلى أنه ضمورها اوكي وابتعاد الأعراب الشي الثاني الحين أنه نقدر نسويه تضخم بروستاتا نعم نعرف أنه كبار سن من الرجال يسرع عندهم تضخم بروستاتا الحميد اوكي لكن إذا كان كبير جدا قد يؤدي أنه صعوبة تكرم في التبول او حتى عدم القدرة على التبول الحين نقدر عن طريق القسطرة نفس الشي نسد الشرايين اللي توصل حق الغدة الغدة البرستاتا فتصغر نعم فلما تصغر اوكي تروح المشاكل اللي في غدة البرستاتا أحدث ما توصلنا الحين يعني في العالم كله يعني صالة سنة تقريبا لكن احنا الحين صالنا ستة شهر تدينا فيه هو علاج الغدة الكذرية تضخم الغدة عفوا الدرقية نعم اوكي تضخم الغدة الدرقية بدون جراحة اها هذا اللي تكلمنا عنها قبل لا نطلعنا وياك على الهواء نعم وريتنا الصورة نعم وكانت بالفعل ضخمة نعم يعني كأنها غطت الرقبة بأكملها نعم نعم والحين أصبح مجرد المريض قاعد اها اوكي صاحي ذكره وأنثى ما لعلاجها تحط جهاز السونار وتحط إبرة حرارية نعم إبرة الحرارية ما تكوي يعني ما تحرق لا حرارتها أربعين درجة تكسر الورم اوكي تكسر الورم وخلايا التضخم من الورم وفي مرضى يعني عندي مريضة خلال اسبوعين اختفى كل شي المريض اللي وردت في صورتها هالكبر غدتها خلال شهر أهما صارت سبعين بالمئة ما شاء الله تحسنت فكثير من النساء ما يبون يسوون جراحة لأن يترك مثل اسكار أي اسكار وطبعا هذا الشيء مهم بالنسبة للنساء بالنساء صحيح خصوصا إذا كانت الغدة لا هي مثلا خاملة أو نشطة لا طبيعية يعني وظائفها طبيعية طيب أنا ليش أسوي جراحة واخد ما لا داعي لكن بالإبرة انت مجرد تحط الإبرة لما تشيل الإبرة ما كلها أثر ما لها أي مكان عارك هذه حتى يوم ما تقعد في المستشفى تسوي الإبرة الحرارية وتروح غرفتها تلبس ملابسها وتمشي وانتهت وعاك تهي بعد شهر عارك تكون الحمد لله كل شي لا تلاعينك حين نحس شافوك وسمعوك الله يعيني طيب دكتور بدنا نرجع مرة ثانية لآلام الظخر نعم والعامود الفقري آلام يعني هذه مزمنة وحضرتك ذكرت هم قبل لا نقطع الهوى بأن بعد سن الأربعين يعني يبتدي المسلسل نعم يعني أكثر شيوعا من يعني من أشياء أخرى نعم أبي أعرف أشعة التدخلية وموقفها من العامود الفقري نفس الشي نبي ننسى موضوع الأشعة الأشعة ليس لها دور ما لها علاقة أوكي نعم أشعة هي مجرد طريق ينير الطريق لك ينير الطريق نعم هي الطرق لاستخدمه والطبيب يستخدم طرق تدخل ممكن نسميها تدخل جراحي بسيط أو تدخل حقا بالإبر أو استخدام أجهزة صغيرة تحت الأشعة بدون فتح بدون يعني المريض ما يكون في غرفة العمليات يكون في غرفة الأشعة المريض ما ياخذ بنش كلي المريض موضعي فقط فقط ما ينام في المستشفى أوكي نسبة المضاعفات نادرة جدا لأنه ما في شيء ما في خيار خدمة سريعة تسميها خدمة سريعة خدمة سريعة نحن قدمنا يعني على عهد وزير الصحة الأساير مذكرة بأن نفتح مركز يسمى مركز علاج ألام الظهر ويكون فيه عدة خصين جراحين ماشا أطباء العصاب أطباء الشعة تداخلية مثلنا أطباء العلاج الطبيعي اللي لهم دور كبير حتى يعني قدمنا محاضرات لطباء الرعاية الأولية لأن الرعاية الأولية ممكن يعالجوا 90% من المرضى اللي عندهم ألام الظهر إذا عرفوا أن مجرد كل اللي يحتاجون أول ثلاثة أيام راحة تامة مع مسكنات مع كمدات حارة ممكن تزيل 90% من المرضى اللي يصير عندهم ألام الظهر نعم فالأشعة الداخلية شنو نقدر نسوي نقدر نسوي الحقن في حقن بالكورتزون في حقن بالأوزون في حقن أوزون نعم شنهي بالضبط؟ الأوزون هو عبارة عن تاخذ الأكسجين نعم أوكي تحطه في جهاز يحول لك الأكسجين من O2 إلى O3 لا عدة خصائص وفوائد أوكي منها أنه ضد الالتهاب يصغر دسك يشيل الالتهاب العصب اللي هو عرج النساء أوكي فلا عدد نعم عدد فوائد والله تطور دكتور بس بتاستخدمه لما يكون دسك صغير إذا كان دسك شوية لا متوسط نستخدم إبر الشفط أو التحجيم أو تصغير الدسك أوكي كذلك تحتشعل الإبرة يعني ضعيفة جدا يعني لكن فيها يدخل واير ليزر أوكي أو تقدر تشفط عن طريقها جزء من الدسك الدسك عبارة عن منتفق مثل بالونة لما تشيل منها جزء ينكمش ويزار فهذه تتعاج فيها دسك اللي هو متوسط الحجم طبعا إذا كان ضخم كان ضخم عادة يؤدي إلى ضعف أو شبه شلل أو عدم تحكم بالتبول أو ألم مبرح ما يفيد الطرق هذا فهني دور جراحة جراحة طبعا لها دور مهم وما زال لها دور مهم وحتى يعني الحين بوجود عدء طباء يقومون في عمل أشعة تداخلية وتدخل محدود الله يعينهم بالراز مملاحقين على العمليات الجراحية للظهر دكتور يعني ما شاء الله عليك كل ما أصلك سؤال وتعطيني وبإسهاب الإجابة أنا بودي أتعرف على مسببات آلام الظهر والوقاية شنه بالضبط العمود الفقري مثل ما أنت تفضلت طبعا هذا كتاب مجاني وفيه سي دي بعد كذلك باللغة العربية واللغة الإنجليزية ما شاء الله أوكي يشرح بالضبط يعني خلينا أقرارك شنه مكتوب تشريح العمود الفقري نعطي فكرة عن كيف ما يتكون منه أسباب آلام العمود الفقري وعوامل الخطر وطرق التعامل معه هذه أول ثلاث شغلات فيها خلينا نتكلم عنهم لأنه يجاوب على سؤالك أسباب آلام العمود الفقري قد تكون الوراثة لها دور حمل الشيء الثقيل بطريقة خطأ لها دور زيادة الوزن لها دور عدم الرياضة والكسل والخمول وأسلوب الحياة خصوصاً أسلوب الحياة اللي عندنا بالكويت إن الشخص معظم الناس ما تتمرن أو حلقة يعني أعمال مكتبية احنا نسميه مسكين يعني فرض عليه هذا الشيء نعم اللي قاعدة فترة طويلة قد يكون هذا عد مو مفروض عليه والإجابة لنفسك هذا أنت لازم شي اسمه تطالب تلوزون لكويتر نعم تعويض لأن كلها قاعد إذا صار لك شيء انت تلوزون لكويتر لا تزاه من الله خير ممقصرين معانا فهي اسمه هذه هي الأسباب تكلمنا عن السمنة حمل الأشياء الثقيلة حتى التدخين التدخين يؤدي إلى جفاف المادة الهلامية اللي في الدسك مما يؤدي إلى خشونة في الدسك والمفاصل ناس كثير ما تعبت أن تدخيننا على دور هذه هي على سبيل حرموه بعض علماء المسلمين وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك سبحان الله يعني كلامك يؤكد هذا الحديث نعم هذه هي الأسباب التي تؤدي إلى ألام بخر طيب دكتور يعني الأشعة العادية السينية هذه يعني الكل يعرفها نعم وهي يعني تعطيك مواقع الخلل في الجسد يعني غير مرئية خصوصا في العظام متى يعني ننتهي منها يعني عقب ما يعني نستخدمها ندخل إلى أشعة تداخلية ممتاز سؤال جدا جيد أنا في العيادة لما يني المريض أول شيء أقول لا يا رانين مغناطيسي معاك ولا ما عندك ما عندك إذا ما عندك لا نضيع وقت سأقول رانين مغناطيسي بتعال لأن تشخيص حالة المريض تحتاج إلى أن ناخذ تاريخ الطبي و نسأله عن نوعية الألم هل الألم بالليل بالنهار لما يوقف لما يمشي لما يقعد هذا ما يسمى بتاريخ الطبي ثم الفحص الطبي الكلينيكي نعم ثم الأشعة وخصوصا أشعة الرانين مغناطيسي نعم إذا شفت الثلاث شغلات لها مع بعض أنت تكون صورة وتقدر تحط المريض في خانة معينة نعم الخانة هذه قد تكون العلاج لها هي مجرد علاج طبيعي ومسكنات نعم قد تكون لا استخدام الأشعة التداخلية وتدخل المحدود أو قد تكون جراحة فدور الطبيب والأمانة الطبية ستسعي إنه إذا يا للمريض إنه مو كل واحد يقول له والله لا أنا أقدر أعالجك بالإبر أو بالتدخل المحدود ترى أنت وضعك بسيط في ناس أنا أقول لهم روح نام بالبيت ثلاثة أيام واخذ الحبوب هذه أبراك وراهنك أنك رح تصير زين ما شاء الله وفي ناس حولهم حق علاج طبيعي لكن الناس اللي هم في حالة متوسطة أوكي عادة أنا أعالجهم بحالة متأخرة أحولهم حق طبيب العظام أو طبيب العصاب اللي عسى طيب دكتور يعني هذا يقودني إلى سؤال جدا مهم لأن أكثر الناس يقول أن كثرة لشعة في الجسم تضر نعم لأن راديولوجي هذه تدخل فيه جزيئات الجسم مما يؤدي إلى تفاقمات فيما بعد نعم أنتش رأيك الكلام هذا صحيح لكن ينقصه ينقصه دائما ناقص 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 يعني مثل لا يقول ولا تقرب الصلاة صح تعرض الأشعة الكبير هذا معناته أن الأشعة العادية يحتاج أن أنك تسوي حق الشخص في السنة 1600 أشعة أوف بعدين يضرك بعدين يضرك 1600 1600 والستسكان ستسكان 60 إلى 70 مرة بعدين يأثر بعدين يأثر على جزيئات الجسم والخلايا نعم الرنين المغناطيسي ما يأثر إطلاقا نهائي لو تسوي كل يوم السنار لو تسوي كل يوم همل ما يأثر بس الأشعة هي الخطرة بس بعد 1600 صورة بعد أشعة عادية 1600 صورة أشعة المقطعية 60 إلى 70 صورة فمنه منه منه صور 60 إلى 70 صورة ما فيها بعد 1600 اللي ذكرتم حضرتك شين يصير أنا متى يمدي أحسن واحد يسوي 1600 تحول إلى سرطان يعني ممكن يتحول إلى سرطان أنا يعني أنا أقول لك أنا أساسا طبيب أشعة تداخلية في عليه مخاطر تعرض الأشعة أكثر من غيره في ناس كثير ما تعرف حتى طيار يتعرض لأنه يطير فوق بس ما فيه أشعة مثل الأشعة اللي احنا نستخدمه بنسبة كبيرة جدا يتعرض كذلك الأشعة فإحنا عندنا مخاطر الضبواء الشعة التاخلية أكثر من الطبواء الشعة الشخصية جميل عندكم يعني فيه جهاز تركبونا على البدلة على أساس تعرفون أن الأشعاعات اللي دخلت عليكم أو كذا أو كذا هو يعني كأنه معيار نعم ليش هذا بالضبط عساس إذا كان أنت تعرفت لأشعة زايدة فتاخذ لازم يقولك لازم فترة تبريك مثلا يعطيك مؤشر يعني يعطيك مؤشر تقيش كل شهر بس هذا يعني هذا يوضع على الجسم وإنت عادة تلبس جاكيت وتلبس شي حق الرقبة بس ما تلبس بكل جسم مو بكل جسم أنا ما أدري إذا كاميرا تبين ولا لا إنت حضرتك تقدر تشوف الفرق بين إيديني لا أبدا ما تشوف الفرق بين إيد هذي هذي غامجة أي اليسار غامجة وإلى الكاميرا إذا جسم هذا من شنو هذا أيوه سادة مشاهدين شوف اليسار أغمج من اليمين من شنو هذا هذا من الشعع من الشععات لأن أنا لما أشتغل أستخدم إيدي لسار تحت جهاز الأشعع وإيدي اليمين بعيدة أدخل فيها المعدات والقصاطر لم تتعرض للأشعع فهذه ما تعرضت مثل هذه الله يحفظ الدكتور وزملائك يعني بالفعل أنتم رحمة لنا جاكم الله خير نحن حاضرين ويعني نتشرف وإن شاء الله نكون يعني شوية ورينا مشاهدين تلفزيون الكويت دور الأشعة التداخلية في العلاج وأننا نحن في الكويت مواكبين لكل ما هو حديث في هذا المجال نحن نروح دورات أنا يعني السنة هذه راح أروح أربع دورات يديدة في شغلات راح نيبها الكويت ونكون نحن دائما سباقين كدولة الكويت أول دولة في الشرق الأوسط في دخال العلم الحديث في الأشعة التداخلية نزاك الله خير وكما قلت أنتم رحمة بعد الله سبحانه وتعالى نزاكم الله خير مشاهدين الكرام مع كل الشكر للدكتور طارق سنان استشاري أشعة تداخلية وبروفيسور في قسم الأشعة كلية الطب جامعة الكويت والآن مع صورة من صور الماضي الجميل مع الأستاذ فؤاد لمقاهوي متابعة طيبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر